بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها طاقة الاسم رقم ثمانية متصل بكوكب زحل كوكب الطموح والواقعية كل من يحمل هذا الرقم في اسمه أو في تاريخ ميلاده يكون إنسان قوي وافق من نفسه استقلالي عملي لديه روح المنافسة يحب إدارة الأعمال بليغ في كلامه إنسان حكيم يركز على تحقيق طموحاته وأهدافه لا يعتمد على الحظ بل على السعي والجد والإجدهاد لتحقيق أهدافه محب للمال والمناصب العليا فتحية اسم يتكون من خمسة حروف حرف الفاء حرف النار مؤنث طاقته ثمانون حرف التاء ترابي مؤنث طاقته أربعمئة حرف الحاء حرف ماء مؤنث طاقته ثمانية حرف الياء ترابي مذكر طاقته عشرة وحرف الهاء ناري مذكر طاقته خمسة مجموع الأرقام يساوي خمسمائة وثلاثة خمسة زائد ثلاثة تساوي ثمانية فتحية اسم طاقته رقم ثمانية طبعه ناري جنسه مؤنث البرج من خلال الإسم برج الجدي يناسبه برج السرطان ولا يتناسب مع برج الحمل وبرج القوس الكوكب المسيطر زحل اللون المفضل الرمادي يوم السعد السبت الحجر المناسب هو العقيق الصورة القرآنية المناسبة هي صورة محمد أسماء الله الحسنة الخاصة بشحن طاقة الإسم رقم ثمانية يا قدوس يا جبار يا غفور يا حسيب يا قوي يا حميد يا صمد يا قادر يا ظاهر يا باطن يا مانع يا حفيظ صفات فتحية أنت فتاة مثالية أنيقة مسرفة عاطفية تحبين الاحتفاظ والحفاظ على الأسرة وتهتمين بها ماهرة ومطقنة لعملك إنسانة هادئة خجولة واثقة من نفسك ومن قدراتك اجتماعية محبة للتحدي ولا تعترفين بالخطأ وتسعينا دائماً لمساعدة الآخرين إنسانة جدية عملية عملية منظمة طموحة وطليقة اللسان تحبين لفت الانتباه وتميلين للشهرة محبوبة وجذابة وكتومة للأسرار لا يخدمك الحظ بل عليك بالجد والاجتهاد والمصابرة حتى تحقق كل ما ترغبين في تحقيقه لديك نحوسات بالعمل والزواج كما لديك فراقات من أهل البيت ودائماً تتنازلين عن حقوقك حياتك العاطفية متأزمة وبها الكثير من الأزمات والمشاكل تقدمينا مساعدات كبيرة لكل أفراد الأسرة ولكل من يطلب المساعدة لكن لا تتلقين مساعدات من أحد أنت فتاة عنيدة ومتشبثة بآراءك وهذا العناد ستدفعين ثمنه من عمرك وحياتك تحملين في اسمك ثلاثة عناصر عنصر النار وعنصر الطراب وعنصر الماء وتفتقدين إلى عنصر الهواء الذي قد يحرك السكون المتواجد في حياتك ويضيف لك بعض التغيرات طاقة اسمك أنسوية من بداية مرحلة الطفولة إلى غاية مرحلة الشباب مما يعني أنك عشت في هذان المرحلتان حياة جميلة تحلم بها كل فتاة لكن من بداية سن الأربعين تغلبت طاقة الذكور في اسمك مما يدل على أنك تتحملين مسؤولية كبيرة على عاطقك وتقومين بتقديم تضحيات كبيرة وتنازلت عن حقوقك في سبيل إسعاد أسرتك وإسعاد منهم في أمس الحاجة إليك ناسية بذلك حقوق نفسك والتزاماتك نحوها من الجيد تقديم المساعدة لكن ليس على حساب نفسك فالأحرى بك أن تضحي في سبيل إسعاد نفسك أولا ففاقد الشيء لا يعطيه عليك بشحن طاقتك بأسماء الله الحسنى الخاصة باسمك يوميا عليك بقراءة الصورة المناسبة لإسمك بعدد حروف إسمك لا تنسي أذكار الصباح والمساء كما عليك الإكثار من الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد الأطهار والتقرب إلى الله بكل أنواع الطاعات وأعمال الخير كالصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم وقراءة القرآن وأولها الصلاة في وقتها وكثرة التسبيح والتهليل والتكبير وتسبيح الزهراء بعد كل فريضة وعند النوم أسأل الله لك التوفيق اللهم صلي على محمد وآلي محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر